حنتعرف على الأسرار اللي كشفها الكاتب سعيد أبو العنين عن مقتل الفنانة أسمهان في كتابه أسمهان لعبة الحب والمخابرات وحنعرف مين بالضبط اللي قتل أسمهان وإعلاقة أم كلسوم بقت لها بعد وفاة أسمهان ظهرت شائعات كتيرة عن المطورتون في موت أسمهان فأول الشائعات إن أم كلسوم هي اللي موتت أسمهان لأنها منفسة لها طب حتى مين اللي طلع الإشاعة دي وإيه مصدرها ذكرى في كتاب أسمهان لعبة الحب والمخابرات أن الباحث نيكولاس فات في درسته عن أسمهان وعلاقتها بالمخابرات اللي قدر يجمع معلومات عنها وعن علاقتها بالمخابرات البريطانية والزباط البريطانيين اللي كانوا عارفين أسمهان كويس قدر نيكولاس يتأكد إن الحادث ده كان مدبر فقال سعيد أبو العنين مؤلف كتاب أسمهان لعبة الحب والمخابرات على لسان الفريق عزيز المصري إن المخابرات البريطانية هما اللي وراء شائعة إن موكلسوم هي اللي قتلت أسمهان ولكن الحقيقة إن موكلسوم بعيدة تماما عن هذه الإدعاءات الكاذبة وأقر إن المخابرات البريطانية هي اللي دبرت حادث مقتل أسمهان لأنها كانت عميل مزدوج للألمان وللإنجليز وطبعا شايفوا إنهم لو سبوها حيكون ده خطر عليهم جدا لأنها عرفة الكثير من المعلومات الخطيرة فمن الآمن أن يتم تصفيتها فدبر هذا الحادث بموت أسمهان وأطلقوا هذه الشائعة يعني المخابرات البريطانية إن أم موكلسوم هي اللي موتتها وعملوا على طروجها وأصبح الناس ملهاش سيرة إلا إن أم موكلسوم هي اللي قتلت أسمهان